اشتركوا في القناة تناقضوا مع وجود الله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم يعني حياتك كحياة الشارد عن الله مستحيل حياتك عملك صحتك زواجك سمعتك مستقبلك مكانتك مستحيل يعني أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء هذا يتناقضوا مع وجود الله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يقولوا قال المستحيل بالآخرة بس لا لا في الدنيا والدليل سواء محياهم وما ماتهم ساء ما يحكم هذه الآية وحدة أيها الإخوة وَوَاللَّهِ تَمْلَأُ قَلْبَكُمْ أَمْنًا وَطُمَأْنِينَةً تَمْلَأُ قَلْبَكُمْ سِقَةً بِاللَّهِ عزَّوَجَلْ من سابع المستحيلات مستحيل وألف مستحيل أن يعامل المؤمن كالكافر مستقيم كالمنحر الصادق كالكاذب الأمين كالخائن المحسن كالمسيء مستحيل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم أيها الإخوة الكرام أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وما كان الله ليضيع إيمانكم واحد ساكن بأطراف المدينة يركب أول سيارة وتاني سيارة وساعة الطريق وساعة جروس على ركبته في المسجد لا في كاتل شاي ولا في ضيافة ولا في شيء ثم يعود إلى ثلاث ساعات ضيع من وقته أو استهلك من وقته أصح يستوي مع إنسان وراء الجهاز اللي هو يتابع مسلسلات هذا كهذا واحد يأتي إلى مجلس علم يستوي مع لاعب النرج الساعة ثنتين بالليل معقول واحد يجلس في مسجد في بيت ببتلا يستوي مع إنسان جالي جلسة مختلطة نساء كاسيات عاريات وغمز ولمز ومزه هذا معها واحد يخشى المال الحرام يركل بقدمه مئات الألوف لشبهة فيها وفي إنسان يأخذ المال من أي طريق وإي طريقة هذا مثل هذا مستحيل والله إذا استوي بكون الدين كله باطل مستحيل وألف مستحيل أن يستوي المحسن مع المسيق إنسان يغض بصره عن محارم الله كالذي يملأ عينيه من الحرام هذا كهذا عند الله عز وجل إن توهمت أنهما متساويان أنت بهذا تشكك في عدل الله وفي رحمة الله وفي حكمة الله مستحيل كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك وما كان الله ليضيع إيمانكم امرأة تخشى الله تحجبت محبة بالله هذه لا أحد يخطبها والتي تعرض مفاتنها على الناس هذه التي تخطب هذا كلام هذا كلام إبليس أساسا امرأة طائعة لله ترجو الله واليوم الآخر هيا لها عند الله مكان كبير جدا هذه يهيئ الله لها من يكرمه ومن يحفظها ومن يقودها إلى الجنة في كلام شيطاني إذا ما عملنا معصيا نخسر هذا كلام الشيطان بعينه إذا ما فيه اختلاط ما بتنخطيبها البنت هيك عند الناس أفهم أن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم النبي عليه الصلاة والسلام منصع لأمر الله لكن كان عواطفه أن تكون القبلة في مكة المكرم قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني ينتظر الوحي من السماء يا رب أنت حولت القبلة إلى بيت المقدس هل من عودة إلى بيت الله الحرام؟ كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء منتظرا الوحي قد نرى نرى يعني فعل مضارع الآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى تتفق مع عواطفك لما خرج بالمكة المكرمة قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني خرجت من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك فسكن في المدينة المنورة فمكة المكرمة من أحب البلاد إلى رسول الله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هاي القبلة يعني تجمع المسلمين في اتجاه واحد أينما ذهبت إلى بلاد أمريكا إلى أوروبا إلى آسيا إلى اليابان يجب أن تتوجه نحو بيت الله الحرام وبالمناسبة مكة المكرمة وسط هندسة لليابسة لو أخذنا العالم القديم بسنا على خارطة وأخذنا أبعد مدن هذا العالم جعلناها نقاط على محيط العالم ووصلنا بين هذه المدن فكانت أقطار أقطار العالم القديم تتقاطع في مكة المكرمة يعني مكة تبعد عن أقصى مدينة في آسيا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا من 3000 كيلومتر فلو ضممنا العالم الجديد أمريكا الشمالية والجنوبية فجعلناها خارطة مسطحة وأخذنا أقطار العالم الجديد مع القديم لتقاطعت هذه الأقطار في مكة المكرمة فمكة تبعد عن أطراف العالم القديم مع الجديد 13000 كيلومتر بالضبط هي في بحث قدم للجامعة حول أن مكة المكرمة الوسط الهندسي لليابسة فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لكن ليست القبلة الكعبة بالذات جهة الكعبة بالجهة تحل مليون مشكلة أما لو أن القبلة هي الكعبة بالذات نحتاج كل مسجد إلى قياس دقيق جدا قد تختل القبلة زاوية درجة أو درجتين أما القبلة هي خط خط مكة المكرمة فنحو الجنوب يعني وإن الذين أوتوا الكتابة لا يعلمون أنه الحق ورد في التوراة أنه سيأتي نبي للمسلمين هو محمد بن عبد الله وسوف تتحول القبلة عن مكة المكرمة إلى بيت المقدس وتعود إلى مكة المكرمة وإن الذين أوتوا الكتابة لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أيها الإخوة هؤلاء الذين أوتوا الكتاب والذين عرفوا من خلال كتابهم المقدس أن القبلة سوف تتحول إلى بيت المقدس ومع ذلك أنكروا على النبي الكريم أن يتجه إلى قبلتهم فقالوا تعارض ديننا وتتجه إلى قبلتنا ومشركوا مكة المكرمة أنكروا على النبي ذلك لأن هذه الكعبة بيت آبائهم وأجدادهم وإن الذين أوتوا الكتابة لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعمل إنسان يعلم الحقيقة ويتكلم خلافها هذا مجرم الذي يتكلم بلا علم آسم أما الذي يتكلم بخلاف ما يعلم هذا مجرم وما الله بغافل عما يعمل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبعوا قبلتك الآيات لمن؟ لمن يريد أن يؤمن أما الإنسان حينما لا يريد أن يؤمن لو التقى بالأنبياء جميعا واحدا واحدا وشاهد كل معجزاتهم واحدا واحدا لا يؤمن الإنسان يؤمن إذا أراد أن يؤمن إن أراد أن يؤمن أي شيء يدله على الله وإن رفض أن يؤمن لو جلس بأكبر قاعدة للفضاء الخارجي ورأى المجرات المئة ألف مليون مجرة بشكل مدهش لا يؤمن لو رأى الخلايا في جسم الإنسان تحت مجهر إلكتروني لا يؤمن لو رأى الآيات التي لا تعدوا لا يؤمن إنه آلة بلغة التعقيد آلة التصوير بس ما في فيلم فمهما لقطت هذه العدسة من مناظر رائعة لأنه ما أرد الحقيقة ما في عنده فيلم ما يطلع شيء وأصغر آلة التصوير وأرخص آلة مع الفيلم يطلع صورة فيه فالقضية قضية أن تريد الحقيقة أو لا تريدها إن أردتها وجدتها في كل شيء وإن عزفت عنها لم تجدها في أكبر شيء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبعوا قبلتك يعني الذين شاهدوا البحر صار طريقا يبسا هل هناك من آية أعظم من ذلك؟ فلما خرجوا من اليم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها الذين رأوا الناقة تخرج من الجبل الذين رأوا إبراهيم في النار لم يحترق هناك معجزات ومع ذلك لم يؤمن يعني الكون بحد ذاته معجزة فإن لم تؤمن به في وضعه الراهن الطبيعي لن تؤمن إذا خرقت نواميسه لن تؤمن ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم مستحيل وما بعضهم بتابع قبلة بعض فإذا في أشياء متناقضة كيف نجمعها لن لك وحدة الأديان ما بتثبتها أشياء كل متناقضة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبعوا قبلتك هذا كلام الله عز وجل وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين طبعا مستحيل أن يتبع النبي أهواءهم ولكن هذه الآية لأمته من بعده يعني يا أمة محمد ولئن اتبعت أهواءهم هو الكافر أن تكون على شاكلته هو الكافر أن تكسب المال الحرام هو الكافر أن تكون المرأة متعة للجميع هو الكافر أن تعيش الدنيا فقط هو الكافر أن تتكتل تكتلات مصلحية مو على حق ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين يعني يا أمة محمد إياكم أن تتبعوا أهواء الكفار لا يقودوكم إلا إلى الشر إلا إلى الضياع إلا إلى التفتت إلا إلى التشرزم إلا إلى الفخر ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم بعض علماء التفسير قال يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم وبعض علماء التفسير قالوا يعرفون تحول القبلة كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك أنكروا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون كتم الحق جريمة يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين من المتشككين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة ترجمة نانسي قنقر